السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لهذه الليلة نريد أن نفتح الجرح عن العلاقات الاجتماعية التي تربط بيننا حديثنا عن صلة الأرحام هذه الصلة التي بدأت تتفكك في العهود الأخيرة بين العائلات والأسر والأحباب نريد أيها الأحبة الكرام أن نزرع في قلوبنا حب الصلة الرحم نريد أن يحني نحيي في قلوبنا المسارع لعلاقات المودة والرحمة بين أفراد الأسرة والعائلة ديننا الإسلامي الذي علمنا العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك مما علمنا علمنا صلة الأرحم واعتبرها من الأخلاق العالية الأخلاق السامية لأن في صلة الرحم في محبة في مودة في حنان ورقة في إحسان وبر هذه الصلة صلة الرحم ربنا عز وجل اشتق اسمها من اسمه الرحمن بل إن الله جل جلاله جعلها ذليل الإيمان فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه فهي دليل على صدق الإيمان وصدق التدين في قلب العبد المؤمن لهذا ربنا عز وجل أقسم بها في كتابه العزيز وقارنها بالتقوى فقال فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم هذه الصلة صلة الرحم هي تعني الإحسان إلى المقربين إليهم وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم تشمل زيارة العائلة والأسرة والأحباب وتشمل السؤال عنهم وتشمل تفقد أحوالهم والإهداء إليهم والتصدق على فقيرهم وعيادة مريضهم وإجابة دعوتهم واستضافتهم وإعزازهم وإعلاء شأنهم وأيضا المشاركة ديالهم في أفرحهم ومواساتهم في أحزانهم كل العلاقات التي يمكن أن نقوم بها في العائلة التي من شأنها أن تقوي أواصر العلاقات الاجتماعية بين أفراد هذا المجتمع الصغير لا بد أن نقوم بها هذه الزيارة وهذا الاهتمام يشمل كل أفراد العائلة تشمل الأباء والأمهات والإخوة والأخوات وتشمل الأعمام والأخوال وأولادهم والعمات والخالات وأولادهم وبقية الأقارب والأنسب فالمفروض أن تكون العلاقة بيننا وبين أفراد عائلتنا فيها قرب وفيها علاقات وطيدة نحن أولا جميل أن نسأل عنهم ولو هاتفيا كيف أحوالكم مناسبة سعيدة أيضا نبارك لهم أحيانا نتفقد أحوالهم بغير مناسبة كنمشوا عند العائلة نقفوا على ظروفهم يكمى وقع لهم شي حاجات يكمى عندهم خصامات يكمى عندهم أمراض ثم نعيد مرضهم إلى عندهم المريض لا بد واجب أن نعيد المريض وإذا كانت عندهم مناسبة سعيدة لا بد أننا نجيب الدعوة نشاركهم في الأفرح ونشاركهم في الأتراح في الأحزان أحيانا من غير مناسبة نقوم بضيافة نعرض عليهم ويعرض علينا نهدي إليهم هدية بمناسبة أو بغير مناسبة إلا كانوا واحد من الفقراء للعائلة نتصدق عليهم وهكذا أي شيء يمكن أنه يقوي هذه العلاقة هذا باب عظيم من أبواب الخير من خلاله تتأكد الوحدة دي المجتمع والتماسك دياله من خلاله لو طبقناه كما أمر به ربنا جل جلاله وأرشد إليه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم غنكونك نشعر بالشعور بالراحة والطمأنينة لأن الإنسان كيبغي بقبوحده يشعر بالوحدة والعزلة وفيما بعد رأي يهجم عليه الوساوس وكجه الإبتلاءات الإنسان اجتماعي بطبعه ولابد أن تكون حوله العائلة والأحباب يحيطونه بالمودة والرعاية والعناية ويمدونه بالعون عند الحاجة ربنا جل جلاله حينما أمر بالإحسان إلى ذوي القربة وقصد بالأساس أهل الأرحم ذوي الأرحم ماذا قال الله جل جلاله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب بالجنبي وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذه سلسلة من الأشخاص اللي يعيشوا معنا في المجتمع وربنا عز وجل يؤكد علينا على سلة الوصل والتماسك الاجتماعي بدأ أولا بالوالدين وبالوالدين إحسانا عذكر لنا فيما بعد ذوي القربة ذوي القربة هم أهل الرحم هم الأباء والأمهات والأعمام والأخوال وأبناؤهم والعمات والخالات وغير ذلك عذكر لنا بعد ذوي القربة قال لنا ليتاموا المساكين والجيران وأبناء السبيل وما غيرهم ربنا عز وجل اجعل هذا الرحم عنده قداسة ليس هذه القداسة موجودة في أي دين آخر ولا في أي تربية اجتماعية أخرى سوى الإسلام الذي هو دينه الرحمن ماذا قال الله عز وجل أو ماذا في الحديث القدسي يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته هكذا ربنا عز وجل يتكلم عن أهمية صلة الرحم أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته نحن في أمس الحاجة إلى صلة الرحم بين العائلة وبين الأحباب وهذه صلة الرحم ربنا عز وجل بشر فيها بخيرات كثيرة من بينها قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يصل الرحم بسعة الرزق وبشره بالبركة في العمر فقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه هنا العلماء قالوا بأن المقصود هو أن الإنسان إذا كان يشق الفقر وإذا كان عنده قلة البركة سواء في الرزق أو البركة في المال أو البركة قلة البركة في الأوقات أحسن طريقة لزيادة البركة أن الإنسان يقوم بستة الرحم هذه يزيد بالبركة في العمر والتوفيق للطاعات وعمارة الأوقات بما ينفع الدنيا والآخرة هناك أرزاق وبركات كثيرة ممكن أن يفوز بها العبد المؤمن حينما يصل الرحم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشر بزيادة الرزق وبالبركة في العمر وبحسن الخاتمة لكل من يصل رحمه فقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويرفع عنه ميتة سوء فليتق الله وليصل رحمه هذه عظامة هذه بركة هذه نعمة ليس بعدها نعمة من سره أن يمد له في عمره اللي بغى عمره يكون طويل إما العمر طويل فعلا كانت ستين عام تعد سبعين عام كانت سبعين عام تعد ثمانين عام بعض العلماء فسروها بأن العمر يزيد وينقص بالأعمال الصالحة والبعض فسر بأن العمر هو تابت لكن من حيث البركة يعني عغير عمر في سنوات معدودة ستين سبعين سنة ولكن فيها إنجازات كثيرة يقول لك اللهم اجعل العمري عريضا وطويلة يعني في اليوم الواحد الإنسان كدر فيه إنجازات مهمة ومن لك يمر العمر كدسوو الإنسان في دوسة الحياة يقول لك ما شاء الله صافرت وأنجزت ودرت إنجازات كثيرة هنا وهنا وهناك يعني كل ما في نفسي قوت به وكل المسكين من نرحل قل الله تعالى هو نفسه دائما الروتين القاتل يوم يشبه يوم وشهر يشبه شهر وسنة تشبه سنة حتى ينتقل إلى الرفيق الأعلى وكل كبارك للظف العمر قد لقى صافرة وتحول من مكان إلى آخر عاشر أشكال وألوان من الناس قام بأعمال كثيرة وإنجازات رائعة تمتع بالحياة هذا كي تسمى يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه أي واحد كي يشكل فقر وبغى الرزق وبغى المال را من بين أسباب البركة في الرزق سنة الرحيم يوسع له في الرزق كي يقول الله تعالى روافد متعددة ومتنوعة من الأرزق شوية من هنا وشوية من هنا بل كي يلقى السلة كي يلقى الحمد لله ممتلئة بيضة وترفع عنه ميتة السوء يعني كي اسم العلماء حسن الخاتمة كي يقول سيرن اللونين أي حاجة ضمنها لك إلا حسن الخاتمة الإنسان يكون منظم في حياته ومعقلا في كل تصرفاته وقراراته ولكن من يدري هل حسن الخاتمة غد يقدر يكون العقل جلو حاضر أم لا لذلك يقول لك أضمن كل شيء إلا الخاتمة لهذا النسك يدعو الله تعالى بحسن الخاتمة والذي يصل الرحم ديالو ربنا عز وجل وعد بأن يرفع عنه ميتة السوء هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويرفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه بالمقابل كالقو في ديننا الإسلامي حذر الله تعالى من الذين يقطعون الأرحم كاللي هو كيقطع الرحم وكيوص بها عندك دمك لا يطلك عندك كده وكده ملكا قطع الرحم كالقو بأن الدين العظيم اعتبر بأن هذا ذنبا عظيم لأن اللي كيقطع الرحم راكي في صم بين الرضابط بين أفراد العائلة وكيخلي العداوة والبغضاء تشيع وكيخلي الحقد والخوف والوجل بين أفراد العائلة يمتد اللي كيقطع الرحم راكي يقوم بتفكيك التماسك الأسري بين الأقارب لهذا ربنا عز وجل حذرنا قلنا لكي سعى إلى التفريق من أفرد العائلة لكي سعى إلى إشاءة العداو والبغضاء لكي سعى إلى فصم الروابط بين الناس حذرنا بأننا تنزال له اللعنة والعيد بالله وغادي تمشي له البصر والبصيرة نسأل الله السلام والعافية كي قل الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الناس لكي سعوا في الأرض فسادة ثم كيخطعوا الرحيم من أفرد العائلة وكيحول ما أمكن يقول لك رمك خير وكيحول ما أمكن يفسد الود بين الناس هذا كلهم ربي عز وجل لتكلم معهم واحد الخطاب فيه تحذير تحذير شديد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أشيقع أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم حدرهم من حلول اللعن عليهم ثم إن الله تعالى يصيبهم بالعمى عمى البصري والبصيرة بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنبي أن من موانع دخول الجنة هو اللي يسعى إلى قطع الرحم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم اسمع قاطع قاطع حلجة بالسكن وقطع المصار وقطع العروق وقطع أي أصرات قربة من الأفراد العائلة لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا قطع الرحم كانت تركوا الصلة كانت تركوا بالعائلة الإحسان كانت تركوا البر مع الأقارب هذه كلها تدخل المجتمع يشعر بواحد نوع من البغض والتنافر بين أفراد أسرته الوصية التي نصيبها ونحن نستقبل عاما جديدا أننا لا بد أن نستمر في علاقتنا مع رحمنا ولا يهمنا ما الذي وقع من المشاكل إذا وصلنا الرحم وقمنا بالزياد العائلة رغم أنهم يستئون إلينا فلا ينبغي أن نيأس لأنك إذا وصلتهم فأنت الأفضل وأنت الأحسن عند الله تعالى استمر في الصلة والزيارة ولا تحزن آبدا إياك أن تحزن هذا توجيه نبوي شريف واحد صحابي جليل جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسل الله إن لأقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي ماذا أصنع؟ واش نقطعهم يا رسل الله؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لإن كنت كما قلت فكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك بمعنى أنك رك تدي لهم الرزق كله الحسنة ديالهم كتديهم من أنت كتزورهم هما كيستدوا عليك الباب رك أراهما خاسرين وانت كتجلب الحسنة ديالهم وغتبقى دائما أنت المعزز أنت المكرم أنت اللي رايتك مرفوع لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ربي عز وجل غد يعونك ويظهر اسمك ويظهر مقامك ثم النبي الكريم قال لنا رمش السلد الرحم هو تجل عندي ونجل عندك هذا كتسمة مجاملة أخويا والأختي والأعمي والدخلتي كيجل عندي مع العائلة دياله كيجبت قضية كن ناكلون شربو ونالأسبوع المقبل أنا غنعود الصلة هكذا عرض عليهم وعرض عليهم هذا كتسم المكافأة هذه المكافأة لكن الصلة الحقيقية هي أن تصل من قطعك أن تصل من قطعك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصلة الذي إذا قطعت رحمه وصلها هذا هو الواصل كان تسمعوا سيدي واصل سيدي واصل يصل يصل الرحم وإذا وصل الرحم وصل عند الله كيعد واصل إلى الله الواصلين إلى الله بماذا بلغوا هذه الدرجة الواصلين إلى الله كانوا بعض الأولياء كتسموا فلان سيدي واصل لأنه كان يصل الرحم يصلها وصل إلى أهله وصل إلى أحبابه لوجه الله فماهد الله له تعالى الوصول إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الصلة مهمة للغاية شكونا هم الناس اللي سننزروهم أول بأول جاء وحد الرجل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله شكونا هدو الناس اللي سننزروهم وأبرهم قال لي أولا أمك أمك هي اللولة لابد أن تزورها شحمل واحد زوج ودار دارو ودار أسرة ديالو ونشغل بأطفاله وبأشغاله ما بقى يسول عن الأم الأم يرقم واحد ستسول فيها في كل وقت وحيم ثم قال لي شكون بعد أمي قال أبوك لأن الأب حتى هو محتاج إلى الصلة محتاج تسوله على الحال ديالو مش غا تزوجتي ودرتي ولدات ودرتي عائلة ودرتي خدمة ومبقاش عندك الوقت في تسول على الأم والأب ثم قال لي بعد الأم والأب شكون أختك البنت إخواتات لابد تسول لأختك لأن المرأة كتبقى دائما أنت وجناحه مكسور وتتقوى بسؤال أخيها عليها أمك أولا أبوك ثانيا أختك ثالثا عاد أخوك خوك عاد تسول فيه ثم قال لها فالأقرب فالأقرب قال لي ثم الأقارب والأنساب والأعمام وأولادهم والأخوال وأولادهم والعمات وأولادهن والخالات وأولادهن هذا كلهم كي تسموا من صلة الرحيم لابد نسول عليهم أول حاجة يكون السؤال عليهم ليس عندهم من البيت لهم دقوا الباب حاملين الهدية ونجيوا في الوقت المناسب إذا تعذر ذلك نتواصل على الأقل بالهاتف على الأقل بالهاتف كنسول عليهم كيف حالكم برقع عليكم هذه الأيام السعيدة نختنص أي حدث ونخلق فيه مناسبة جميلة للتواصل بين أفراد العائلة ومن اللي نزورهم دايباً غالي لقوا واحد فيها منهم ضعيفة إما البنات أو الأخوات أو أي واحد فيهم محتاج فواجب أن نعينهم بما يحتاجون إليه إلا كانت مادية نعطوهم مادية إلا كانت قدرة عملية نعطوهم قدرة العملية إلا ما كانش غير بالدعاء الدعاء لهم بظهر الغيب من اللي غال نديروا سرطة الرحيم ومن اللي غالي نكتروا منها ونديروا لوجه الله ماذا نكسب الذي نكسب هو أن المجتمع دينا غاد يعد مجتمع دي المودة ومجتمع دي الرحمة والمجتمع دي التعاطف وهنا غاد يكون المجتمع كله سعيد وكله متكافئ ماشي مشكل نكون فقراء ماشي مشكل احنا منصنفين في سلم التنمية الاقتصادية العالمية في درجة دنيا ماشي مشكل لأن الناس عندهم المال وعندهم ديمقراطية وعندهم حقوق الإنسان ولكن علاقتهم مفككة احنا رأس المال دينا هو القيم الإنسانية رأس المال دينا هو القيم الدينية نحفظ عليها مش مشكلة نكون فقراء ماشي مشكلة كنا نأتون بأننا عدنا تنمية ضعيفة عدنا اقتصاد ضعيف عدنا مليونية خارجية كل ذلك يهون ولكن نحفظ على العلاقة فيما بيننا بمودة ورحمة وتعاطف وهنا عن كنوا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع المتعاون المتآلف المتماسك ماذا قال فيه مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل الحمى فاللهم ارزقنا صلة الرحيم اللهم ارزقنا المحبة والمودة بين أهلنا وأحبابنا ولا تجعل للشيطان لنفيهنا نصبا قولوا آمين 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 يا ربي يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعود أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونذكر بأرقامنا الهاتفية لأتواصل معكم وهي 05 22 88 0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 052 46 72 50 أو 51 أو 52 فمرحبا بكل المكالمات ونبدأ بأول مكالمة من مراكش مع للا أميمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجم مرحبا للأميمة كدير السقريEng بخير الله يبرك أبنتي كدير مع الصحيح يقول شي بخير نحمده ربي ونشكره الحمد لله كدير مع الصحة مع البرد كل شي مزيين كل شي مزيين نحمده ربي الحمد لله الحمد لله هاد السقري بديك داع معي الله رحمك الوالد لي يا رحمني يا رحيم بديك داع لي مع ابنتي ومع رجلي ومع الوالدة ذيünü والوليد يصدر لهم في أمار ديالهم يا ربي يا ربي كريم أمي يا ربي وبيتك الله يصدر لك التالي أنا واحدة من جرائي أنا بساف إن شاء الله بنتي بإذن الله إن شاء الله وهذا كالثقر يبني لممكن باتنا الرقم تلك لممكن واخا بنتي بإذن الله للأميمة أنا غن دوزك الستندار نعطيك الرقم بإذن الله ونحاول نخلي والدعاء إلى ختام الحلقة ويكون دعاء جماعي يكون شاء الله في خير البركة للجميع ونركز على طرح بعض المشاكل والقضايا الاجتماعية نناقشها حسب ما فتح الله تعالى علينا به فبنتي أميمة أسأل الله الواحدة الأحد في هذه الليلة الطيبة ليلة المباركة ليلة الجمعة أسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ زوجك ويحفظ والديك ويحفظ أولادك ويحفظ العائلة جمعة بنتي أميمة كنا كانت تكلم على صلة الرحيم أشهم الحاجة غندركوها في الحياة الدنيا ولو بأسباب بسيطة بل حتى ولو بدون أسباب كان أشياء ربي عز وجل يقضيها لنا جل جلاله في السماء ابتداء وكتجي لعدنا من بينها نحفظ بنتي أميمة على صلة الرحيم الحمد لله أنت ذكرت العائلة كلهم ذكرت الزوج والوالدين والأولاد البنية والهادسات الرحيم بنتي أميمة على قدر ما حافظنا عليها زيارة عائلية مجملات استلطافات هذا يا إطعام كل هذا ربي عز وجل كي يعطينا الخير التي اذكرناها الرزق الوفير السعادة الأبدية والبركة في الأولاد والطل عمر للوالدين والحياة طيبة أسأل الله الكريم للأميمة يحفظ لك العائلة ويحفظ الأحباب ويجمع شملكم ويرفع مقامكم ويسعد أيامكم اللهم أمين يا ربي يا كريم ونتحول من مراكش إلى سخور رحامنا مع سي فيصل أهلا سي فيصل كبير عملها الله يبرك فيك أخويا كبير خيال آل الحمد رب نشكره بطريق يقول الأمور بخير الله يبقى سي فيصل الحمد لله خويا وإنك تزعب على الله يزدك بخير ودعم من حاجة ياخد في الحق وحد الناس لا يزدك بخير أخو عم من حاجة الله يا حمايدي لا الناس يتعدون لنا وإحنا ما ديريني متحاجة وهم يتذكر صحولينا وإحنا رأى معاق والله يا حمايدي كتخدم مع السرقة بالتاب الميز ودعم ليما ما عديش قدر لتعجلوه الثبانية وهذا ما يتعدون علينا ومن حد الآن اليوم بيتكم اتدعوه مع جميع المغاربة كاملين الله يحمد الوائزين سي فيصل وإحنا رأى معكم بخير هاد النسلة يتعدون عليك شكونوا وش هما أرباب الشركة أو لا لا أدعمني هادو مش يدخل في الشركة يدخل في الشركة بحدهم خليناهم الله دقين 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 محامي دقين محامي دقين محامي دقين محامي وقتعلي التليفون ده من 2005 عاصل الحد الآن ومدل مدل معات حاجة وادفعلي التليفون من حاجة الله يزدقون بخير وبيتكم اضاعو معات وإلى الرقم سي حق لا مصير الله يحمل واخر سي فيصل واخر قلية هاد الناس اللي انتم خاصب معهم واشل واراته وشون ها شون هدو اللي مخاصب معهم ولد عمك ها ولاد عم الوارز الوارد. الولاد عم الوارد. وشنا هو السبب اخويا? حناك ناك نتكلم سيطة الرحيم. عم الحاجة دعيتهم. وهذه كم ناس اه دبا من يدعيتهم قبيل الحال. يعني حقا حقا ندروا امم كالحو الروسنا ونجاد ذروسنا وانتخاعت مجيما بحال ما اقلت. وبقى من حد الان دبا وقلنا نحكي. دبا نبكري هما محا دين علينا الواردة ضربوا واحد خاطرها دربوا الواليد. تعدوا عليه الوالدة هو ما ادعاه مواله. وبقى وقد غاد يحكز الامر. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يحمل يديهم من خارج ارض وطن. وداخل الارض وطن. الله يدعوهم على. يا ربي يا كريم. الله يحمل يديهم. الله ياخد فيه من الله. لا الله ينصي فيصل. لا حول ولا قوة الا بالله. اخونا فيصل من سخور الرحمنا. كيحكي لنا واحد نموذج الواقع مرير في المجتمع. كالقو هناك نزاعات بين افراد العائلة. بين دمك و لحمك. وغالبا يكون نزاع سببه هو تقسيم التاريكة. احيانا كيكونوا الاجداد في اللول داروا الارض الفلاحية او داروا واحد الدار واحد الخيمة. وكالغاية دي الاباء والاجداد. هما يخلوا اولادهم واحفادهم متزيين. بغوا يخلي ولداتهم واحفادهم لبسع لهم. هكذا يفكر في كل انسان منا. من الانسان كي يخدموا كي يجمع التروى. را عارف رصي بيناني غدا غنموت. ولكن عندي امل بان اولادي واحفادي من بعدي غدا يستمتعوا في خيري. هدا هو النية حسنة. كل واحد كي يعمل وكي يجري ويتعب ويشقى ويدير مقاولة ومقاولتان ياه وبيعه وشريه هنا وراس المال هنا. علاش? الهواتش كله غدا ياكله. كلفه راس ماله خمسمائة مليون. هو باقي ما غاية قلتها خمستاشر مليون. هدك المال لمن كي يجمعه. كي يجمعه لان الاولاد والاحفاده. هكذا يفكر الناس منذ زمن. لكن كالقول المشكل هو ان دك المال منك يجمع وكي يجو لأولاد دي الولاد الاعمام والعمات او الاخوال والخالات. فهنا كي يبدأ التقسيم دي التركة وكي يبدأ النزاع. النزاع دي الزوم دي الارض الفلاحية ولا النزاع دي الخيمة هاد الدار ديالي والدار ديالك وكي تعد لعداوة والبغضاء. الى كان انسان قوي كي يستعمل القوة ديالو. والله يسترنوا اياكم كي بعض الناس عندهم مرض الجشعة. ايشن هو الجشعة? هو كي يبغي يدي كل شيء. ما يكراش. ايه حرام الجامعة. خصوصا الى كان عنده شوية الذكاء. وعنده يدو طويلة في المخزن. وعنده علاقات مع الناس. وكيف يفهم في القضاء والمحامات. كي يقدر يلعب بالوثائق. ما يكراش يدي كل شيء. راه مولدك المال مداش. مولدك المال اللي ينجوه وصوبه. راه الله مد منه شي حاجة. راه مات. ودك تانا بيضا. ولم يأخذ معه ولو فلسا واحدة. لكن الانسان بطبعه يحب المال حبا جمع. يريد لو وقف الامر عند حب المال. وانما يتماذى الى النزاعات العائلية. فيصال وملك يتكلم. هذا الشاب عنده اعاقة. المفروض ان نولد عمو. هذا واحد من افراد العائلة عنده اعاقة. غا تكون عنده الاسباقية. كين يولد الناس. الله يجزيهم كتر من امتالهم. من لك يقسموا التاريكة. كيقولوا. فعلا ربنا عز وجل لا. راه وضع القانون دي القسمة. للدكاري متلو حض الانتيين. وعطاه هذا السودوس. وهذا الربوع. وهذا التمون. وهذا التلوتان. وهذا حجب نقصان. وهذا حجب حرمان. رغم ان ربنا عز وجل وضع هادشي. كتلقى. يقول لك الله انا غن تعامل بمنطق اخر. وهو قول الله تعالى. ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم. اش يقول لهم. يقول لهم سيرو خدوا اللي يبغيتو. قولي شاط عليكم وما بغيتو شاطوها لي. هكذا ولد الناس. كنت عارفوا واحد العدد للناس. وحضرت معهم في القسمة. سبحانك يا جليل. كتلقاك يقول لهم. مبدأي في الحياة وفي القسمة. هو قول الله تعالى. ولا تنسوا الفضل بينكم. خدوا اللي بغيتو. وعزلوا اللي بغيتو. واللي عجباتكم ديوها. واللي شاطع لكم. وما بغيتوها عطوها لي. سبحان الله العظيم. كتلقى ذلك الانسان. فاض عليه الرزق. من كل جانب. وكتلقى ربي عز وجل اكرمه بالصحة والعافية. والبركة في الاولاد والبنات. وكي الله يسترنا ويستركم جميعا. داك اللي كرشو كبيرا. وكي بغيتو يدي الجمال بما حمل. ويحرم الجميع. كي يديدك شي فعلا. كي يكتبوه في اسميتو. ولكن وش كيتمتع به. ما كيتمتعش. كتلقى اما يصابوا بامراض واسقام. واما اللي يحفظنا وإياكم. كي يجو عندو شحرين من ولادو. كي يكونوا مصحيط. ولعيدو بالله. وكي عد فيهم العقوق تعالي والدين. واحد سكير. والاخر عربيد. والاخر زير ونساء. وكتلقى الاموال كيفكوها. وكي وضروها. وحتى حاجة ما كتبقى. تكتلز واحد المودة. كتلقى اولادهم يتسولون. هذا كالجد. الاول من يجمع المال. كان بغيزة ما يتخلي ولادو الحفادة ديالو. مجزين. لكن اشكي وقع. يلا كالدوز حقبة واحدة. قتلقى لك الاحفاد رهما كيتسولوا. كلي مشرد. وكلي مسجون. والعيد بالله. المشكلة هو ان المال مال الله. وربي عز وجل قسم علينا بالعدل الكامل. وقال لنا ولا تنسوا الفضل بينكم. اخي فيصل. تكلمنا اليوم على الموضوع ديالسلطة الرحيم. لاننا نعلم بان هاتش واقع في المجتمع. وكتير. ويحزينونا. فيصل بغيتك اخويا رغم ان ظروفك صعبة. ورغم انك انت عندك احاقة. ورغم ان الام ديالك تعدو عليها. للرحيم ديالنا. عدنا واحد المبدأ اننا ما ندخلوش معه في العيب. لو قادرنا اننا ما نوصوش للمخزن نهائيا. ما نوصوش للقاضي والمحادي. نهائيا. خلي المحامي اهتم بقضايا اخرى جوهرية. عند علاقة بالتأمين. عند علاقة بالقانون تجاري. عند علاقة بقانوان اخرى اللي فيها مرضودية مالية. اما هذه النزاعات من افراد العائلة. ركضوا سيادنا اللولين كيف كل مشكلة غباضيتهم. واذا تعذر 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 تعذر. ركي يجيبوا الفقهة ديالجامعة. فقهة ديالجامعة كيهلسوا. كيقرأوا واحد الفتحة. كيذكرهم بالله. وكيذكرهم بان الموت تابعنا. وكين الحساب. وكين البعت. وكين نشور. وكين الجزاء. القلوب كترطب. ومن البعض اللي كان خاون شي حاجة. واللي كان عاجبوا راسه راك يرطب. ويعيدوا الحقوق الى اصحابها. وكين اللي يحفظ نوائيكم راسه قصح ما كيبغيش. يعني يعتبر. وقلبه منغالق. هذا خليه. لما اتر فيه القرآن. وذكره الله. غدا اتر فيه انت ولا المخزن. غير خليه. علش يا اخوية فيصل. لان الرزق دامنه ربي عز وجل. هناك روافد متعددة للارزق. الارت. الممتلكات اللي خلول العائلة. هذا غير رافد واحد. من روافد متعددة. لا بغلب آجرتك لم. دك اللي اسبر. كيف تحليه. الأفاق الأخرى دير الإرزق. ودك اللي خوم كي سدى لله تعالى. الأفاق الأخرى دير الإرزق. وفي الختام. يقول لك حصل الخاتمة لمن؟ لمن صبر واحتسب. أخي فيصل. أسأل الله الواحد الأحد أن يجمع شاملكم. أسأل الله الواحد الأحد. وانطلب من خوتنا المغربة. داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. ادعوه معك يا اخي فيصل. أسأل الله الواحد الأحد أن ينزع من قلوب أولاد العم ديالك والأحباب ديالكم ينزع من قلوبهم وقلوبنا حض الشيطان اللهم انزع من قلوبنا جميعا حض الشيطان اللهم انزع من قلوبنا العداوة والبغضاء اللهم املأ قلوبنا محبة ومودة وارزقنا القناعة يا ربي يا كريم واغننا بك يا رحمن اللهم اغننا بك يا رحيم اللهم اجمع شمل العائلات والأحباب اللهم يا ربي وارحم من في القبور لخلوا لنا هذه البراكة باش نستمتعوا فيها اللهم ارحمهم رحمة واسعة ووسع عليهم مدخلهم اللهم يا رحمن يا رحيم واجعل المودة والرحمة هي مع الجميع بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين وكان مغنقل الأحباب دينا راه الظلم خيب الظلم سيء فيصلك يشتكي بأنه تعرض للظلم من أقرب المقربين إليه وره الظالم عمر مفرح لأن ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي يقول لك يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم اللي يظلم العاقبة ديالو عمر مغت سلي بخير اللي يظلم دائما ربي عز وجل يسلط عليه ظالما أكبر منه وسعدتك يفعل الخير كانوا سيئرنا اللولين يقول لك اللهم من كن ظلم من كن ظلم فأخي فيصل هني ألك أنت الآن مظلوم ماشي ظلم تصور معيك وكنت ظلم الظلم والعيد بالله كتلحق عليه اللعنات وكتلحق عليه العدوات ورب عز وجل سيأخذه على حين غره لكن المظلوم حبيب الرحمن المظلوم كيبقى دائما منكسر وكيبقى دائما يستأثر بالعطف والرحمة والعناية أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى البر والتقوى وأن يأخذ بنواصينا إلى أعمال الخير اللهم أمين يا رب يا كريم ونتحول من صهور حامنا إلى الرباط مع للا نورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم السلام مرحبا للا نورا لا كده إلا بس عليك الله يبقى فيك الحمد لله أبغيت نبقى لك على صلة الراحي إيا للا إن شاء الله أبغيت نسهولك يعني على اللي كيكون هو السبب قطع الراحي مشنوه العدد بياله مع الله إيا للا يعني بحلقة يعني 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 يكون لهم عندهم قوى باش يصبار يعني يعني أفن صبرا يعني وحلق الحمد لله إذا كان صبرا أنا لا على حساب الطاقة ديالي إيا وقت مشي عنده يقول لكي لأ يعني ما 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 دخل لك شكرا عرجع فيما شي مشكي ومي هذه كان سبار طبيعي يعني كيف ارنوال وخان السيد طاقة في شي حاجة يعني كتشبه ضغطك الإنسان لكي آديك وصافي منك تشوف شي حاجة معجبك وكتقدرش تعاودي يعني بحال وعني لابقيت مصطى مره مره معه غير دان ولي بقى يعني نبير بحال وتقريبا يعني ما كتقدرش تصبر واحد تصبر يعني كبير لحي إلا يعني يعني هذا هو السؤال دياذي وبغيت عدتين أضلك على اسميت واحد البنس قلت لي لتشغيل شتلك الاخت تسولي ليا الدكتور إيا لله قال تقرب للم لك تضل العصر بس العصر فتتسغي واحد مسلا ساعة هكا تقول صافي دا المغرب غادي الدخول بلا ما نصلي العصر ستتخل المغرب ونصلي العصر نعم قلت لك ساعدت لها وقلت لك فاردة وقلت لك تصلي ماشي بحل آجر ولا شي حاجة ايا ابنت انا سمعتها وقيل ماشي لقرب عصر مخصك تصلي العصر ويمكن منت جاوب على هاد واخل للنورة وواحد اختص مطفا طيما قال لك تصلي من سبع سنين حتى دات 22 عام ويتقت عصلا ليلة هيلو الله اه ويا بغيت يعني انت مو نتنصحوا مهناية بجوجود وذك الشي وادعي معهم ونصحوا كيف هش يدروي صلى الله واحدة اما جابوا مش دغية علي ما نهضر معوحيت هي ابنت جافي اي واخب احتى من بعد وجاوبها وبغيت نقول لك حاجة اخر عاو ثاني خلاني نفكر ثاني شنو بغيت نعم لنورة صلى الله يلا شكرا بنتي نورة شكرا لك شكرا على على هذه المكالمة دي لك وفعلا السئلتك وجيها نورة كتقول بان سلط الرحيم لك سبب في قطع هذه الصلع ما عقوبته فعلا ملك القو السلط الرحيم هي صلة بين طرفين اثنين تكون واحد ربما هو السبب في القطيعة اما كين اللي وقع لي اذا شي مرة اذا اذا من العائلة اسمع كلام سي او ربما كي جو في اوقات غير مناسبة او انه ربما طلب منه طلبات كثيرة فوق الجهد ديال هذك تكون اسبب معقولة فكي اكترع لهذا شي كي بغي قطع السلط الرحيم وكين اللي كي قطع غير بدون سبب هو متكبر هو كي يشعر رأسه بانه ماشي من مستوى ديالهم وكين اللي كي قطع هو انعزالي هو انفراضي بطبعه بغي يسدع له بابو وتفض يسنط العظام ما بغي يجمع الاسباب هي كثيرة ومتعددة لكن كتبقى سلط الرحيم مش اختيار رأي شريعة دينية امر ربها الله عز وجل لابد ان نصل الاحباب دينا ولو في المناسبات سعيدة على الاقل اما تكون مناسبة عندهم عندهم عرز عندهم عقيقة عندهم نجاح او لقدر الله عندهم حدد حزين كمراضين او سقمين او عملية جراحية او وفاة لابد من زياروا السؤال ثم المناسبات المعتادة حل اعيد الدينية عيد الاضحى عيد الفطر عيد المولد النبوي الشريف وهكذا دواليك لكن لك اقطع بلا السبب رابع عز وجل دي العقوبة فعلا السلطة الرحيم الجائزة ديالها هو ان الله اعتلى خصص لها مئة حسنة وكل حسنة لا يعلم قدرها الا الله هذا هو الاجر ديالها مئة حسنة كل حسنة عظيمة شأن من لك يتم غاددك لانسان قاصد الرحيم دياله غادف الطريق وغاددك الباب وطلب هو خاد هو المبادرة ومشاعد العائلة ودق الباب وسلم عليهم ثم هما من اللي كيدق عليهم الباب كيف تحوليه وكيرحبو به وكيدخلوه للدار وكتكون ديالها علاقة المجمل والعلاقة المودة هذي كمية حسنة ربي غاد يعطيها لهم بجوجر كيفاش غاد يقسمها بينتهم ديالك اللي خاد المبادرة ومشا هو ودك اللي هو استقبله وحليه الباب كي يعطيه الله 30 حسنة إذن الأسبقية لصاحب المبادرة أما إلا بشيت عنده ضاقية عليه الباب هو مغش يحليك قالك ما كانش سد الباب اقطع الصمت ما بغير يتكلم مع حد أو ربما يتكلم معك ويعطيك إشارة باش يردك ما يبقاش في كل حال انت غترجع ولكن باش غترجع غترجع بمئة حسنة كلها انت دايما ربح هناك منطق التعويضات الإلهية صندوق التعويض الإلهي وفير واللي يقوم بالمبادرة ديما هو ربح إلا كالآخر كيخطع رهو حرم نفسه من الأجر والتواب ثم حرم نفسه أنه ربيه سبحانه وتل كان بغالي وحد الخير لأن ذاك الضيف من اللي يجينا عندك عندك تتحب أنك أنتك تتفق على الضيف وكتخسر بالعكس هذاك الضيف ملكي هنا عندك ربي عز وجل به يرزقك رزقا واسع وبه كيعطي الله الباركة في البيت وبه يحصن البيت فهو كل خير بإذن الله ولك الإنسان وقع شناءان من أفراد العائلة إنسان يصبر ويحتسب ولكن نقلب على الأداب ديست الرحيم إن الرحيم عنده أحد الأوقات معينة كين أداب ديالزيارة كين الأسلوب ديالزيارة نحافظوا عليه الأوقات المناسبة للزيارة يقدر يكون الإنسان ربما مشغول يقدر يكون مارد ذاك الليلة بغي نعس ما عنده خطر وغانا ولكن مع كل هذا خسلا بد من فتح القلوب يكون بنا نفتح القلوب وإن درتيها فيد الله ربي سبحانه وتعالى كي يصوب لكل شيء من عنده كل شيء ما تخممش بزف في هذه العلاقات الاجتماعية المبنية على القيم الدينية أرجوكم أيها الأحبة الكرام وتركوا عنكم المخططات وتركوا عندكم البرامج وتركوا عنكم ذاك البلانين اللي كنديرو حيد ولا خليها تلقائيا خليها فيد الله وربي غد يصوبها وغي يقدها وغد تاكل وغد شرب وغد نعس وغد يرزق الله رزقنا حسنا وغد يجمع الشمل بالجميع للا نورا السيدة اللي كتسلي العاصر ثم بعد مرات كتخليه تكيقرب المغرب وكتقول لك ما نصليش هذا خطأ العاصر هو أول نفسه يتصل في وقته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصري فقد حابط عمله فقد حابط عمله النهار كله كي يسلي وكي يصوم كي قال القرآن كذي الحسنة جتل العاصر وضيعه وخلح تخرج عن وقته حابط عمله ذلك اليوم كل شيء يمشي لك إلا إذا كان هناك عدر جسيم عدر خطير ذلك سعر عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها لكن أن تهمل صلاة العصر بدون سبب معقول حابط العمل لهذا هذه السيدة كنت تقول لك بقى المغرب ساعة نصلي اللي ممنوع من الصلاة هي النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها قال النبي الكريم فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان أشمن صلاة هذه المقصود بها هي النوافل هي الرواتب أما الفارضة أصليها في أي وقت وحين أصليها متى ذكرها قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك غير تعرف بأنك نسيت الصلاة أو تذكرت يا أونعستي نكسة عنه لا تكلم أحد ما تدر تشي إجراء نت وضع وصلي أولا وخلي من بعد رب يغضي صب الأمر كلها حاشك مقضية بإذن الله الواحد الأحد وكذلك للا فاطمة اللي كانت عند أسبع سنين وكتصلي وجتل 22 سنة وتركت الصلاة هذه وقعت في خطئة جسيمة وعظيمة المفروض أن في سبع سنوات هذا وسن للصلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال علموا أبناءكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع فاطمة درت بو أكسلغاسيون درت انطلاقة جيدة من سبع سنوات بدتك تصلي جميل لكن كان المفروض أنها لما بلغت 22 سنة تزديد في الإيمان وفي اليقين أشنو اللي خل فاطمة ومثيلتها كثير شباب وشابات كيوقع عليهم هذه المشكلة كي تلقى في السن الصغير غنيم زيان كي يصلي كي عبد الله في الحياة كي يوصل تمنتاشر عام عشرين واحد واثنين وعشرين كي ترك الصالة وكي تبدل هناك يكون تخل لسن المراهقة المراهقة النفسية والمراهقة البيولوجية والمراهقة الفكرية كي يترك معلثات المراهقات نفسية وبيولوجية وفكرية وكي يبدأ يجي أفكار وكي يجي خواطر وربما كان عرف شباب أمهاتهم كي تشكا وكي يقول لك أنا ولدي من صغيرك يصلي معايا بنتي تبدله اشنا والسبب كين اللي كيمشي للطريق الغواية كيمشي للطريق الصحبة والصاحب وساحب كتلقا ولا كيمشي مع صحابه الغناء والطراب والصهر في الليالي الملح ومن ثم ما بقاش عنده الوقت يصلي والأصدقاء ذي كشلة مدام هم ما ممكن يصلي وشرا كيمشي معهم كين فئة تانية ما عنده الأصحاب لواله ولكن قرأ واحد حروفة قرأ واحد حروفة ويعد متشكك يصحب رأسه بأنه أصبح فيلسوف زمانه وقال لك ما كين لا إله ما كين لا بعث لا نشور قال لك أكبر كذبة وأكبر خدعة أننا تلقينا بأن هناك دين له إله وله رسول وهناك بعث ونشور ويكفر وللأسف شديد لكي دخل الانترنت هناك مواقع خاصة ديال شباب الملحد كتلقى عندهم أفكار خاصة بهم ضياء في ضياء وكين اللي كتلقى لك شباب مسيحي تمسح وكين شباب عندهم أفكار أخرى غريبة هذا ضياء في ضياء الإنسان في هذه المرحلة لا بد للعائلة والأحباب أن يتعهدوه ما يخلوش هكذا غادي خاصهم يدخلو كين اللي سهل باش تقنعوا بالدليل والبرهان والحوار كيتقنع لأنه قابل الإقنع وكين اللي هو غير قابل الإقنع من مجته يقول لك إن عكسنا هذو الوالدين والإخوة والأحوات يدعونا له بالرحمة ويدعونا له بالهداية لأنه تمكن منه الشيطان تمكن من قلبه وفكره وصعيب أنك تقنعوا وكان قول هذا الكلام أيها الحب الكرام كانت عندي جلسات كثيرة مع طالبة في الجامعات وفي المعاهد العليا وفي مراكز اللي هي يا غادي في الماستر وغيرها كانت جلس معهم وكانتسمع منهم وكان الكلام غريب هدا فكنت أحمد الله وأشكره على نعمة الإيمان وعلى نعمة الهداية والرحمة والغفران فمن أدركت رحمة الله فذلك هو السعيد ومن سلب الله عنه رحمته فلا يلومن إلى نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الحب الكرام معنا مكلمة كثيرة لكن أستعلنكم اللحظة عندنا وحد الوقفة إشهارية مع مفاجأة صار غنقلها بإذن الله تعالى فأرجوكم ابقوا معنا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة الكرام في الآوينة الأخيرة إداعتكم ميد راديو إداعة الأسرة المغربية بامتياز درت وحد المفاجأة صار للمستمعين والمستمعات الأوفياء وكانت هناك مسابقة وكانت هناك أيضا الحظ السعيد من سوف يفوز بمجموعة من الهدايا الثمينة كانت عبارة عن هدايا وهي عبارة عن منتوجات أو آليات لفائدة النساء في المطبخ أو في التزيين أو في اللباس وكانت هدايا أخرى عبارة عن فوز بالعمرة إلى البقاء المقدسة ثم الهدية الكبرى هي هذه الشقة التي ستكون في وسط المدينة سونتغفيل الشقة من طراز مبارك بإذن الله اليوم غنعلن على الفائز في العمر الناس اللي كانوا شاركوا في هاد المسابقة داروا تيغاجوا الصور ووكال الفوز لشخص معين من يكون هذا الفائز من يكون هذا الفائز من يكون هذا الفائز أو الفائزة من يكون إنه الأخ الكريم من الرباط السيسعد السيسعد سلام عليكم سلام عليكم سيسعد أهلا 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 وسهلا بيك أهلا سيسعد أهلا خويا مساء الخيرات يا سيدي مساء النور مساء البركاة مساء الرحمة أحبق الله يا سيدي هني ألأك سيسعد هني ألأك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيسعد تعرف عليك أولا الاسم الكامل جزاك الله خيرا أبو العزة سعد من مدينة الرباط أبو العزة يا سيد الله اسم جميل ما شاء الله سيسعد من الرباطة كيف شاركت في هذه المصابقة كنت شاركت لمرات متابعة يعني ونسيتها تعيطوا لي في الخميس في الصباح ما جويت 12-13 عم وقالوا لي يا رانساك في السين هنا ورا غا يكون عندك تيصال بالمين إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله الحمد لله يا سعد الحمد لله وتستحق كان هناك تغاج أصغ للأشخاص اللي هم يشاركوا وكنت صاحبة الحظ السعيدة سيسعد أبو العزة واش كنت مع أول بغا تمشي لعمرة؟ أو كنت كتحلم واش لها البقعة المقدسة الحمد لله الحمد لله الحمد لله نئلك الحمد لله جزاكم الله خير جزاكم الله خير وستسعد إن شاء الله تعالى إم تنوو تمشي رأى عندك الاختيار الكامل قريبا أو بعيدا أو أي وقت خير البر عاجل إن شاء الله خير البر عاجل وإن شاء الله تعالى غير تصدو بك الإخوان الوكرة الأصفار المختصة غير نستقوم معك إن شاء الله تعالى ويتقلو عروض اللي بغيتي وغير تكون معززا مكرما مبجلة بإذن الله الواحد بأحد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا العفو السيسعد العفو أخويا شكرا لك هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك وتستحق تستحق تستحق أعزك الله شكرا حافظك الله ورعاك وكان بغي نقول الأحباب الكرام السيسعد أبو العزة رمشهو اللي بغي يمشي لعمرة وإنما الله جل جلاله هو الذي أراده أن يأتي إليه أي وحد يقوم بوحد العبادة معينة أولا كتجي وحد لوكازيو كتجي وحد الفرصة أنه مشي أدي وحد العبادة معينة قد يخيل إليه بأنه كان محظوظ وأنه هو اللي بغي يمشي لا الأصل والحقيقة أن الله تعالى هو الذي أرادك أن تأتي إليه فهيأ لك الأسباب وفتح لك الأبواب وقال لك تعالى إليه ضيفا كريما معززا هذا الكلام أيها الأحب الكرام أقوله لكم بصدق ويقين لأن اللي يمشيوا للبقاع المقدسة تسموا ضيوف الرحمن رمشي لوحده اللي يبغي يمشي حمله واحد عمره مخطط وعمره ما كان عنده الإمكانات ولا القدرة المالية ولا الوقت المناسب ولا الاستطاع أنه يزور تلك البقاع ولكن الله جل جلاله برحمته الوسعة أحبه وهيأ له الأسباب وآتى به إليه كتب لي أنني أداب إلى البقاع المقدسة كل سنة وألتقي مع مجموعة كبيرة من حجاج بيتي الله الحرم وكتب أن نسولهم كيف وصلتم إلى هذه البقاع وحد العدد كبير ما كانش كيفكر هو كان متشوق كان بغي يمشي ولكن ما كانش معول أصلا حتى ما عنده لا إمكانات ما عنده قدرة وكي اللي عنده القدرة والإمكانات وكي هي العائق دي القرعة فكتقفت لحظة من لحظات كيف تسير الأقدار الإلهية فيتم انتقاؤه ويتم استجلابه فهذا معنى أن الله تعالى هو الذي أرادك وهو الذي استفاق فهنيئا لك يا أخي سعد أبو العزة بهذه العمرة وهنيئا لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيني الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبت الحديد والذهب والفضة رالك يمشي للعمرة ربي عز وجل لا ينفي عليه الفقر عمر الفقر مدور بك سبحان الله وحد دراسة قمت بها متواضعة لأناسين يذهبون إلى الحج والعمرة خصوصا في الحج كيقول لك بأنه قبل ما تدور السنة كل ما أنفقه يعود إليه كاملا وزيادا وفعلا ملكا سديو الحج كانت لقى مع بعض الناس يقول لك الحالة المادية دي الكديرة كدو السنة يقول لك قبل مرة السنة راجع كل شيء أنا عن نفسي أول مرة هابتو إلى الحج نفق سبحان الله العظيم ما إن عدت حتى وجدت هناك رزق سقه الله تعالى ترقية لسنوات قديمة جميع زملائي كانوا في العمل في العمل الإداري تعثروا في الترقية وكان لابد أن يختاروا اثنين أو ثلاثة فكنت من المحظوظين أدسدك الترقية وردت إلي جميع ما أنفقته فأيقنت بأن ذلك صدقا لا هودت فيه فهنيئا لكل من يحج ويعتمر لأن الله تعالى وعده بأنه لن يمسه الفقر تابع بين الحج والعمرة فإنه ما ينفين الفقر والذنوب حتى الدنوب ملك جيك الدنوب أكدر خطايا ربنا عز وجل يبادلك بالرحمة والمغفرة ينفين الفقر والذنوب كما ينفي الكير خابة الحديد والذهب والفضة لكن الحديد والذهب والفضة عنده الخابة من الصادة أو غيره كان رميه في النار وكي تكوى وكي عطاهر لامع هكذا يقع فهنيئا هنيئا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هنيئا لك يا أخي سعد أبو العزة ونتمنوا على الله جل جلله أن كل واحد من المستمعين والمستمعات ممن يتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بحج أو عمره أن يعجل له بالفرج اللهم يا رب العالمين عجل لعبادك المؤمنين والمؤمنات بالفرج وارزقهم حجا قريبا بلا تعب ولا مشقة قولوا معنا أمين 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 يا ربي يا كريم فقط يكفي أن الإنسان اجعل الشوق في قلبه ودائما يتمنى أن يزور البقاع المقدسة ورغم أنه ما عنده فلس ما عنده استطاع وتوجه مشكل القرعة ومع ذلك فإن الله جل جلاله يهيئ له الأسباب ويسخر له خلقا عظيما عنده مستويات كتسمى التسخير كتسخر لك الله الناس ما كتعرفهمش عندهم مقامات وعندهم مسؤوليات وكتلقاهم ما يكون خداما لك لكي تذهب أنت إلى البقاع المقدسة معززا مكرمة والله وبالله وتالله رأيت ذلك بأم عيناي هاتين فهنيئا هنيئا للجميع أخي سعد أبو العزة طوبى لك طوبى لك لما تزور مكة المكرمة وترى الكعبة المشرفة وتكحل عينيك برؤية بيت الله الحرام وتشرب من ماء زمزم وتسعى بين الصفا والمروى وطوبى لك يا أخي سعد أبو العزة حينما تذهب إلى المدينة المنورة وتجد القبة الخضراء وتجد الرودة الشريفة وتجد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله النخيل والتمور وكل شيء يغني ويقول طلع البدر علينا من تنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دع لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونوصل أيها الأحبة الكرام استقبال المزيد من المكلمات اللحظة نتحول من الرباط إلى إقليم الاقصر الكبير مع للا نهيلة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنتي نهيلة يا مرحبا بك كل شيء مزينة بنتي يا أهلا وسهلا عمي كورايبان بغيتك تدعيلي مع واحد الشاب من العائلة عطنا عين شوية والله الحمد للوالدين بغيتك تدعينا معه بالشفاء العاجل إن شاء الله يا رحمن يا رحيم والله الحمد للوالدين عمي كورايبان ليلة هيلة الله بزنو هيلة يا ربي بإذن الله بإذن الله بنتي عمي كورايبان نرى دينا للطبيب ونفساني وهذه وقال زي ما خرج له شي دوا إيه؟ خرج له شي دوا وذي كدوا من شربو أتصر عليه لا يجيب لهم الحمال بردة وسخانة فانتي هو عنده مرض نفساني أصلا لا ما قال له ما عندك له مرض نفساني لوالو ومدينه عند واحد الراقي الروحية الشرعية قلنا مسكين فيه المس هي؟ وهذاك المس اللي فيه ما كيحمرش له واليدي لمو لاخوتولتها واحد مسكين ليلة هيلة الله وما قريشي وكيب حيقراء دكشي ديالدين ويقلب ديكر القرآن ودكشي وكيقول ليمه أنا هو المهدي المنتظر منتظر إياها بنتي إياها بنتي ليلة هيلة دا بعمل قريبا من يمه رضع فينا لا أطعنا في حلبنا وهذه الرعب تكسر لا أدعينا بهذا الشيفاء يا رب بنتي يا رب بإن الله الله يشافه ويعافي الله يشافه ويعافي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنا كنت تكلم على صلة الرحيم مهيلة دا بل أنك تصل بإدعاء من أجل أحد المقربين إليها من الأقارب ديالها لهو الشاب مريض وهذاك يدخل في صلة الرحيم أنه كما قلنا ندعو لهم بالرحمة بالمغفرة بالشفاء العاجل فهذاك يدخل في العناية والرعاية بالمقربين وهو عمق صلة الرحيم التي أوصى بها النبي الكريم وأوصى بها الله تعالى من فوق سبع سماوات نهيلة الحلد للوليد هذا الشاب الذي يدعي بأنه المهدي المنتظر هذه فكرة كانت سياسية قديما كتسمى فكرة المهدوية فكرة المهدوية أننا في الأطار الدنيا بأن في آخر الزمان سيظهر شخص اسمه المهدي المنتظر وسوف ينشر العدل في الأرض وسوف ينشر الأمن والأمان وسوف يدك الظالمين والمفسدين في الأرض فكرة المهدوية كنا أطار دينية بعضها صحيح بعضها فيه مقال وتم استغلالها في التاريخ أياما في كل حقمة من الحقاب كيظهر واحد الشخص كيقولهم أنا هو المهدي المنتظر وله صفات عنده صفات محددة ذكرت في الأحديث النبوي الشريفة من خلال اسمه وعنده صحابته وحواريه عنده واحد المجموعة كيكونوا معاه وعنده واحد القدرات وعنده علامات فللأسف هذه الفكرة الدينية تم استغلالها سياسيا في التاريخ كل من ركض هر واحد كيقول أنا المهدي المنتظر وملكي نقرأوا التاريخ كالقومني بالعشرات بل بالمئات من هؤلاء الأشخاص المشكلة هو أن بعض شبابنا كيقرأوا بعض الكتب كيقرأوا كتب معينة ومن بعد كيكونوا عنه ظروف خاصة إما كيكون مغلوب في الحياة تغلب الحياة صعيبة كتلقى فيها أزمات كتلقى فيها الشدائد كي تغلب وإما كيلا عنده رغبات وعنده صراع بين الحلال والحرام وكيلا كله يوقع له هناك صراع داخلي إما على المستوى الفكري وإما على المستوى النفسي وإما على المستوى الروحي جاء النسل الدعوة المهدوية كتلقى عندهم صراعات داخلية إما فكرية وإما نفسية وإما روحية وحينما يدعي بأنه المهدي المنتضر ركينا رأى هذه وحدة خمس أو ستة ناوات رأى القضاء المغربي شهد واحد العداد دي الناس في المحاكم سبب أنهم الدهو المهدوية أشهرهم دك الشاب اللي كان في إقليم توريرت واللي كان ظهرت عليه بعض الكارمات كان كي يدبح عشرة الجيم الف النهار من جو هذا الفلوس وكان ينفق على الناس اللي أتبع دياله وش حال المرأة طلقت زوجها وجيت لعنده إذا جاء النساء مهاجرات جاءوا عنده كمهاجرات كما فعل النبي الكريم مع النساء اللي طلقوا الأزواج ديالهم وتبعوه للمدينة المنورة تابعوا تابعوني ودر واحد المملكة صغيرة دياله وتبعوه ناس اللي هم شفوا الماكلة والشعراب الخير وكان لي أوهمهم بكرامات بل فوجئ بأن هناك أساتدة تبعوه منهم أستاذ جامعي في الرياضية أستاذ جامعي في الرياضية عنده المنطق ومن لي دازف المحاكمة أمام القضاء أنا كانت حضرت هذه المحاكمة وكنت مندهشا الغريب في الأمر أنه أمام القضاء وأمام الوكيل العامل المليك والحوار قال لي أنا ماشي مهدي أنا غير مجرد عادي سولي والدي قال لي أنا ماشي مهدي المنتظر أنا غير إنسان عادي من لي قال لي أنا ماشي إنسان عادي ذلك الأتباء عدز عدز دادوا تمسكا به قالوا وإن من علامات المهدي المنتظر حينما يوقع عليه الشدة كيلتا مستقية وأنه يغير ويبدل فكان مشهد غريب وفي الأخير طويت القضية مسكنا وغير وحد شاب خيل إليه بخيالي أنه المهدي المنتظر كين السبب اللي قرأ كتب وقرأ وقاءة تاريخية وعنده حب زعامة ويقول أنا المهدي المنتظر هذا كمشكل فكري ومشكل زعامة سياسية وكين فئة أخرى من الشباب أعرف وعند منهم ياما كان في بعض المساجد آخرها كان في المسجد الحسن الثاني في المعلمة الكبرى بالدار البيضاء كان وحد المسجد الكبير لمعروف شخص أنه وصل جمعا قلم أيها الناس اتقوا ربكم إني أنا المهدي المنتظر أبدأوا الناس كي يقول لا إله إلا الله فالأخر تبي أنهم مختل عقليا وعددهم كثير كين اللي كيكون سبب دياله أنه قرأ كتب وجه سرع فكري كين اللي عنده اختلال عقلي وكين اللي كيكون عنده مس من الجن مس يوحي إليه يقول أنت المهدي المنتظر كيسمع في ودنه هكذا أنت المهدي المنتظر قم أخبرهم إنك المهدي وكيقول شي كلم غريب الكلام اللي كيقوله كيبان فصيح وكيبان قوي هو مسكين عنده غير مس هذه كلها أمراض كي تصيب بعد الشباب الشباب ديالنا أشكال وألوان يصابون به كي اللي كيكون يائس وكيقصد القوارب الموت وكيبغي يهرب من الوطن ويقلب على الفردوس المفقود في الدفة الأخرى هذا واحد النمط من الشباب كيقلب أنه يهاجر لأنه ملقى خدمة ملقى عمال ملقى كرم بغير يهرب كين فئتانياء مشاول المسيحية عداد الشباب والعداد الرسمي ديالآن تلتاشر ألف مغربي ولا مسيحي نات شباب هذا رقم رسمي تلتاشر ألف من هؤلاء الشباب مشاول المسيحية تنقوبها وقال لك بأن نجع عندهم المسيح وقال لهم إذا دخلت إلى دخلت إلى قلبك فإن الرب سيضمن لك كذا وكذا قل آمين آمين ودخلوا المسيحية عداد منهم شباب قروا كتوب قروا أناجي دخلوا المواقع مشاو والشباب أخر أخطر دخلوا إلى الإلحاد عداد منهم شباب دخلوا المواقع وقالوا بأن أكبر كذبة في تاريخ البشرية كذبة أن هناك دين وأن هناك إله وأن هناك بعث وأن هناك نشور وساروا في عقيدة الإلحاد التي تقول لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب وهكذا دواليك عدد الشباب وقالوا مضيع وفي أخرى من الشباب مشات المخدرات ودرت ما يسمى بستون أنها غطت رأسها ما كتشوف ما كتسمع دخلوا واحد العالم مغلق وعيشكت في العالم المخدرات هذا مشكل كيطرح لنا وحدا عالمة استفهام كبيرة ماذا وضعنا لشبابنا المغربي حتى لا يضيع ماذا وضعنا له الشباب المغربي محتاج إلى وحد الهمة عالية خصنا المزيد من الإجراءات والتدابير لتحصين شبابنا نفسيا وفكريا وعقليا وجسديا تكون هناك مواد في القطاعات المدرسية في التعليم التانوي والجامعي تكون وبل من الإعداد أو الابتدائي تعطينا الحصان الفكرية لشبابنا يعرفوا الحصان الفكري يكون محصن يكون عندنا دور الشباب لكتدير جمعيات ديال التربية ديال التنشيط التقافي يكون عندنا واحد المجموعة ديال الاندية الرياضية خصلا في الاحياء الفقيرة الناس يلقى يلقى الرياضاء يلقى كذلك يكون هناك مستقبل باسم إنسان يقرأ وغير توظف مشك يقرأ ودائما شبح البطالة يهدده خاصنا لابد تدابير كبير المشكلة بنتين وهيلة ديالهات الشاب مشي وحده هرهم الآلاف ديال الشباب مثله كل واحد مشافي تيار من هاته التيارات المتعددة انطلبوا لله الشفاء العجل في الغالب بنتين وهيلة التشخيص ديالهات الشاب في الغالب الأعم كيقدر يكون عنده مس كين هناك واحد مس نوع خاص اللي يوحي زخرف القول غرور كيبقى يقول لك أنت أنت الذي كذا وكذا أنت الذي كذا وكذا وكان يحكى بعض الصالحين وقع لهم كان يحكى عبد القادر الجيلاني اللي هو في العراق رحمه الله تعالى كان رجل من الصالحين وجاء عنده إبليس وقال لي إبليس يا عبد القادر يا عبد القادر إني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على عبادي عبد القادر الجيلاني قال يا أنت بل أن يحى إلي وهذا ربي وقد أحل لي ما حرم على 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 الأخرين يعني كل شيء الحرم صار حلال الخمر والزينة كل شيء حلال فاسترجع وتذكر وقال أعود بالله من الشيطان الرجيم فعلم أنه إبليس قال اخسأ يا عدو الله أنت الشيطان توحي إلي إلى ذهني فقال لإبليس وما أدرك أني شيطان قال لأن الله تعالى حينما خطب عبده موسى قال إني أنا ربك إلى أن قال إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أنا دك إبليس قال له نجوت من شراكي يا عبدالقادر الجيلاني نجوت من شراكي قال لإني أضللت عددا من العباد والزغادي بوسوستي هذه شاهم الواحد أبنتي نهيلة رمشي هذا الشاب لك يضع ركن صالحين يدقى وصل القمة الصالحك يضع والسبب هو وحي إبليس هناك الوحي الشيطاني وهناك الوحي الرباني هذاك خاص بالأنبياء والمرسلين لكن الوحي الشيطاني لازال مستمرا بيننا كيسموه الوسوسة ولكن حينما تتطور الوسوسة وكتكون من شيطان شاطر كتعود عبارة عن وحي شيطاني هذا ما أصاب هذا الشاب العلاج دياله بنتي نهيلة هو دائما يبقى يقول أعود بالله من الشيطان الرجيم علاجه يبقى يقول دائما أعود بالله من الشيطان الرجيم أعود بالله من الشيطان الرجيم لأن إبليس يحترق ثم سرعان ما يبتعد ثم سرعان ما يحترق ثم يخلي الإنسان في علاقة سليمة أسأل الله الواحد الأحد أن يشافيه من وساوس إبليس ومن كيل الشيطان اللهم يا رب بعيد بينه وبين وساوس الشياطين كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا رحمن ورحيم اجعل في قلبه نورا وفي فكره نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا ومن كل جوانبه نورا وأعظم له نورا واجعله نورا على نور يا رب العالمين اللهم اجعل هذه الليلة هي آخر الأحزان وما بعدها أفراح ومسرات وفتحات وكرامات وإشراقات روحية اللهم عجل بالفرج لهذا الشاب ولكل شبابنا برحمتك وجودك يا كريم قولوا معنا آمين 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 يا ربي يا كريم ونتحول من الأقصر الكبير غامشوا إلى إقليم وارزازات مع للا مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير خبارك الله يبرك فيك للا مريم يا بسعيديك يا ألف مرحبا عبتك يا منون حاز أنا عندي واحدة مشكدة يا بنتي أنا واحدة لأنني تنشوف شبيع واحدة تنشوف بيع واحدة لا لاي 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 لله وما أعرفش في شيء من شيء ولا في منزي ولا شيء حازا بنتي مريم مش حل عمر ديالك تبسرع تبارك الله الله يصلح شبابك كابنتي ومني إمتى ونتي كتتعاني من هاد الحالة؟ أنا هكيك تزادي وحدة سنشوف بيع واحدة لا ملت زاديتي هكذا؟ نعم ليه وإحكامت حاملة ماما ولداتنا هكيك تزاديت وبنتي مريم الوالدين دي ولك ما تدوغش عن طبيب يعالجوك يفحصك يشوف المشهيل ديالعينيك؟ أه ودي يدراء وشو عندهم مواله ليلة هيد الله نبغيز من لك عبك المساعدة كنتي محسين تسمعني ولا شي حازا إيها بنتي بإذن الله كل الخير بإذن الله الله يشافيك ويعافيك اه كنتي نقول لك خارجة وذك شو زندو زمان كتير مشي في فارغة بلاشي حزوز الشي تبدو وكي يقول لك شلعينيك ماركي فيها وطيب طبع مثلا نحس لا إله إلا الله بنتي مريم انت في ورزازات عندكم الاتمامي صحة ديال الدولة موجودة؟ السبيطار؟ اه ذكي السبيطار نفسي في جازي الزيارة اه ذا ما معتو مي ديرك سبيطار لكينا إلا تتنبو كاثر اياه؟ اه ذكي السبيطار مشي زمان وليكينا ما معلات تاني وش بياه وليش حازا لا إله إلا الله الله يفرج عليك بنتي بنريم الله يفرج عليك مشيك انت بغد من دوز لنكي انت ذاك شوية تتكن لي واحد واحد البنتك في ذاكي تغير كدرات داكي في ذاكي انت عارف من درادي الموجتامة اياها بنتي انا حيزة اكبرت لحكي ترباش رامسة ما حيزة من تيش حكي بغيني بكي تشوفني بكي العينة يمشي بحاله اياها بنتي اياها لا إله إلا الله بغيت منك عبكي مساعدة إلى توقناي واخا بنتي مريم واخا بنتي مريم يا ربية كريماتي خلي لنا التليفون ديالك في الستندار من شاء الله تعالى يكون كل خير بإذن الله شكرا لك بنتي مريم من ورززت وهذا يحيلنا على واقع المجتمع القراوي واحد مجموعة من المواطنين والمواطنات اللي هما أبناؤنا وأخواننا كيشوا في عالم قراوي ربما بعيد عن الحاضرة هناك يلقوا معاناة شديدة مريم هي لم تنتبه لهذه الحالة الصحية ديالها حتى بالغد 19 عام كالمفروض منذ الطفولة المبكرة الوالدين يقصدوا المستشفى ويقوموا بالفحوصات اللازمة ويقوموا بالعلاج المطلوب هذا هو المطلوب أصلا لكن مريم دبا الآن وصلة السم الحارج لأنها ستكون مطلوبة للزواج وأكيد أن أي شاب من اللي ستعرف بأنها مشكلة في البصر سيقع لتردد فمريم أصبحت الآن في هذا السن مجبرة للعلاج العلاج بنت مريم ميسر الحمد لله رأى الطب عندنا في الوطنين ليس بالسوء الذي يتحدث عنه الناس شحامل واحدة بحل حال ذلك بنت مريم مشال السبطر العمومي وجاب الله تسير شحامل واحد كان أعرفه مشيت معه برج ليانيت المستشفى العمومي كان قصد بحالي بحال أيها الناس وكان إلا كان الرميد راني كان قدمه إلا ما كانش كان خلص ذلك المبلغ اللي هو متواضع وكان أخذ الرندفو ولو يقدر يكون بعيد ولكن تأكدي يا بنت مريم رأى في المستشفيات العمومية رأى كن أطباء وكن طبيبات عندهم من الكفاءة وعندهم من القدرة وعندهم من الرحمة ما الله به عليم هذا الكلام لا أقوله مجاملة أبدا وإنما رأيته بأم عيني رأيت أناس فعلا يا ما أخذنا صورة قاتمة على قطع الصحة في بلادنا يا ما قلنا بأن المستشفيات غاصة وأن المواعيد متباعدة وأن الناس اللي هم مكلفين بالأطور الطبية ما كيهتموش بالمرضى هذا كله كلام مرسل على عواهنه ولكن الصحيح فعلا ملكمشو المستشفيات دي الدولة يا ما وجدنا فعلا وناس ما شاء الله عليهم الترطيب بيا المستقبل في الباب الممرضات كل واحد يقوم بمجهود كبير وإن شاء الله نحكي لكم فيما بعد حكاية واقعية عشنا هكذا وجب الله تسير بتكلفة دي الميزانية بسيطة جدا وعولج المرضى بألف ألف ألف خير فهذه فرصة نشد على أيدي طاقم طبي في مختلف المستشفيات العمومية وكن نشد على أيديهم ونوجه لهم التحية والتقدير على الجهود ديهم وكن طلبوا منهم المزيد من العطاء رغم الظروف الصعبة رغم هناك أطباء كي تعينوا أولاد المدينة كي تعينوا في البادية هناك ممرضات كيلقوا مشكلة للنقل والإقامة ومع كل هذا كي يصبروا وكي يحتسبوا وكي يقدموا الجهود ديهم فتحية كبيرة لكل الأطقم الطبية بنت مريم إلى وقع تعذر ركن قصدوا المساحات الخاصة المساحات الخاصة ما هو الدور ديالها هي السرعة لأن كان طابع تجاري وكان السرعة في الأداء تقدر الدفع الدوصي اليوم الأسبوع المقبلة يقول لك تحليل بعد منه أجندر العملية ولكن هناك أذاء والأداء يكون مكلف شيئاً ما اللي عنده التغطية الصحية رأى الأمر عنده ميسر ولكن اللي ما عندهش لا بد أنه الأداء والأداء يكون مكلف شيئاً ما إن شاء الله رب يفتح الشباب من أبواب الخير بنت مريم الله يشافيك ويعافيك ويدويك ويمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية اللهم أمين يا رب يا كريم ومنسوش أيها الأحبة الكرام دوماً بأن من طرق العلاج كين هناك العلاج الطبي وكين هناك العلاج بالقرآن الكريم أن الإنسان يقرأ على نفسه القرآن الكريم وكين هناك العلاج بالذكر العلاج بالذكر رأى هو علاج عظيم وجليل وكين العلاج بالصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانوا بعض الصالحين حينما يقع لهم مرض ألقوا بأن التكلف الطبية غالية أو أن هناك مشقة للوصول إلى المراكز الصحية كيف ينتظر كي يدير الدو على المكان دي المرض دياله ويبدأ في قراءة ما تيسر من كلام الله عز وجل الفاتحة تسمى الشافية والعافية ثم يكتر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة أصحاب النية كيدروها وكتجيب نتائج إيجابية كتوضع الدك على مكان دا وكتقد صلى على النبي إن الله وملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وكي يستمر في الصلاة على رسول الله وكي يمشي ناسا وفي الليل كتنزل الرحمات وكتنزل البركات وحينما يستيقظ كيلقى بينك المرض غادي يتلاشى يتلاشى تدريجيا حتى يزول كلية فضلا من الله وإكراما فاللهم صلوا وسلم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله اللهم لك الحمد يا رب العالمين لك الحمد أن مننت علينا بنبينا محمد اللهم يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين صل يا مولانا على سيدنا محمد سيد المرسلين وسيد العبدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين وسيد المتقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الراكعين وسيد الساجدين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد سيد الشاكرين وسيد الذاكرين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين صلِّ اللهم على سيدنا محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة يا ربِّ صلِّ على سيدنا محمد طبِّ القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها اللهم صل عليه صلاة كاملة صل يا ربنا على سيدنا محمد النبي الأمي التي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صل عليه صلاة توزيل بها عن الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام اللهم صل عليه صلاة تشفين بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام اللهم صل عليه صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام اللهم صل عليه صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام اللهم صل عليه صلاة تحفظنا بها من نوائب الدهر ومن تقلبات الليالي والأيام اللهم صل عليه صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام اللهم يا واهب النور والإنعام تبارك اسمك يا ذا الجلال والإكرام أنت ولينا في الدنيا والآخرة يا حنان ويا منان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفين بها من الأمراض والأسقام وتحفظنا بها من خلفنا ومن أمامنا وتغفر لنا بها ذنوبنا وآثامنا وتصرف بها عنا همومنا وأحزاننا وتسعدنا بها في حياتنا وتكرمنا بها بعد وفاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغنا بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وآنس بها وحشتنا وتغهر بها ألسنتنا وارحم بها غربتنا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين صل على سيد محمد النبي الأمي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلاة تصل إليهم أينما كانوا وكانت أجداتهم وأينما حلوا وحلت أرواحهم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم يا رب يا كريم صل على سيدنا محمد صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأبقى خير من هلل ولبى وأفضل من طاف وسعى وأعظم من سبح ربه الأعلى اللهم صل على نبينا محمد الذي جاع فصبر وربط بطنه على الحجر ثم أعطي فشكر وجاهد وانتصر اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان القرآن العظيم حجته والصلاة راحته والصيام بهجته والصدق حرفته والأمان سره والخلق العظيم سيرته اللهم صل على نبينا محمد الذي فاضت من الذكر دموع عينيه وفه عطر التسبيح من شفتيه وسبح ربه حتى ورم الحصير قدميه وسمع تسبيح الحصى بين كفيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وانشق له القمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة ننال بها الخيرات والبركات واعطيه اللهم الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته اللهم صل عليه يا رب العالمين ما اتصرت العيون بالنظر وتسخرفت الأرادون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر صل عليه يا رب العالمين عدد ما أمطرت السماء من دمنيتها وصل عليه عدد ما أنمتت الأرض منذ دحوتها وصل عليه يا رب العالمين عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها وصل عليه عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها وصل عليه يا رب العالمين صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لن قضاء لها ولن سرام اللهم آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم بالصلاة على مولانا رسول الله عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج يا رحمن يا رحيم عجل لنا بالفرج يا رحمن يا رحيم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج اللهم صلي على سيدنا محمد وفرج بها عنا الهموم ونفس بها عنا الكروب وقضي بها عنا الديون وارفع بها مكاننا في الأرض وفي السماء وشافي بها مرضانا ومرضى المسلمين أيها الأحبة الكرام توقيت البرنامج ينتهي لكننا نحن جميعا مدعوون أن نظل نصلي على هذا النبي نصلي عليه مع أزواجنا وزوجتنا ومع أبنائنا وبنتنا نصلي عليه على قدر ما نستطيع فإن ذلك مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج وإن ذلك مفتاح عظيم من مفاتيح العطاء الرباني اللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج يا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجين بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صلوا صلوا على مقام رسول الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة